مواقيت الحج مواقيت الحج أم لا وأيضا في خلاف في اليوم العشر بين الشفعية وبين الأحناف في هذا الباب فهي شوال ذو القاعدة وعشرة عشرة أيام من منذ الحج هذه المواقيت الزمنية إيش معناها المواقيت الزمنية؟ يعني يستطيع أن يحرم بالحج في هذه المواقيت قبل ذلك لا يقع حجا هذا المعنى بأنها مواقيت زمنية ما فائدتها؟ فائدتها أنه يستطيع أن يحرم بالحج في أي يوم من هذه الأشهر من ذي القاعدة من شوال من عشد أيام من ذي الحد الموقيت المكانية هذه الموقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام الجحفة وهي رابخ لأهل المدينة ذي الحليفة أبيار علي لأهل اليمن يلملم ولأهل النجد قرن المنازل وذات عرق هذه وقتها عمر المخطاب واختلف العلماء هل وقتها النبي أم كان اجتيادا من عمر المخطاب الصحيح أن الموقيت هذه توقفية هذه الموقيت توقفية لذلك أعجب الأقوال أن عمر اجتهد في الموازاة موازاة الموقيت أتى بذات عرق فوافق اجتهاد توقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ملهما في هذه الموقيت ما فائدة الموقيت كما قلنا فائدة الموقيت الزمنية يحرم في أي يوم الموقيت المكانية لا يعد ميقاتا إلا وقد أحرم لأن النبي قالها تصريحا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادا الحج والعمرة ده منطوق المعنى أنه لو لم يريد الحج والعمرة ومر كالذي يأتي زيارة يجلس في مكة مثلا يمر على الميقات ويجلس يقول يريد يجلس ما أراد الحج والعمرة لا ما يحرم على الراجح الصحيح هو راح ذهب زيارة لابنته لأخته فإذا القول نبي من أراد الحج والعمرة يعني إن كان مريدا للحج والعمرة لا يمر على الميقات إلا وقد أحرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة قارنا فهذا الذي عليه قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة ترجمة نانسي قنقر